اشتركوا في القناة 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 وياك واحدة منهم القصب هذي عندي قصب كثير انا مسوي تشوفني تشوفنيها على المود الناس تشوفها يشتنح بيها هو هذا القصب هو يربط يكون قصب عادي يرطبها يسويه قالب وشدة ويجربه لازم يكون مثل ما يريده هو كان ما شاء الله بنانا بهذه الشغلة هذي تقعد تقعد هنا تقعد فوق وياها التقال هذي تسمى تقالة التقالة اكو ناس لا يعرفون شنو الفائدة مالها هذي هذي اثناء العازف يصير تعب بالشفايف هذي تخليك ترتاح ما تخليها تتعب نقدر نجربها سنجرب على هذي مثلا فهذا نحتي هذي على الزرنة هذي قطعة وبعدين عندك الماصولة قلت الصبانة هذي قسمين هذي قسمين هذة هذي ما يتكمل وهذا اذا يكون قطعة واحدة ما يعزف هذي قطعتين خشب طبعا اي نوع خشب معين هو الخشب المرغوب يعني الشعبي الكثير المشمش يعني شجرة المشمش المشمش كله زين ايه وكو منهم يسوون يرغبون الجوز واكو بس هذا هذا الخشب السجديد هذا اسمه الأبانوس أبانوس الأبانوس صحيح شوية غالي بس زين ومقاوم وصوتها قوي حيل أقوى الآلة هذي قطة طول يمك يعني مدى الحياة يعني ما يسرها شيء مدى الحياة الا في حالة اذا واحد يعني وقعت او مكسرت ايه هذا غير شيء دعم بك شيء هذا يكسرها طبعا اوكا شون ادير بالك عليها شون يعني على مده على مده تطول على مده تخرب تحتاج صيانة صيانة اللي هي شون الصيانة دائما ننظفها ارتبها من جوة اخليها مكان لا بيرطوبة على مده تأثر ان هذا خشب مهما يكون تعفن شوية صيانة بايش مي بكحول شون صيانة صيانة بس فرشة تنظيف فرشة تنظيف ايه تنظيف عادي اوكا اوكا فقلنا ان الزرنة عندنا بعدين تقالة تقالة وباللغة العامية بيكا بيكا العامية حتى بالتركي سموها بيكا اها بالعربي سموها صفارة اصلها اصلها يعني الزرنة الاتراك والايرانيين والعراقيين معظمهم يستخدمها يمكن استخدمها اكثر صحيح هذه الشعب صحيح مية بالمية حتى الارمن يستخدموها حتى الارمن المصريين يستخدموها بس كل من الى لونة وطريقته والطول والقياس اه اه بس عندك مثلا بالشمال العراق يرغب الطويلة الكبيرة اه منطقة الزاخو عندك مناطق سهلنينة اوه اتجاه مثلا يعني غرب الموصل شرق الموصل يرغب القصيرة يرغب القصيرة هو الثقوب الثقوب تختلف هم منطقة المنطقة ولا كلها نفس نفس الثقوب اللي هي التصميم التركي التصميم التركي يضيف هنا ظروف صغار حس هذي كم زرف سبعة بواحد للخلف الثمانية الثامن الثامن لحالة صعود تسعة طبقة لازم اشينه يعني ثواني معدودة وارجع سبعة اللي هي فوق نعم الدو والري والفا وتسعة اوكي 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 نشوف فد مقطوعة مثلا قلت يعجبك الكردي الكردي مثلا عندنا خجو يمكن خجو سيامن صحيح اوكي بيها قصة هذي اكيد بيها قصة هذي شنو قصتها هذا ولد يحب ابنية ويدخل بمعارك ويا اهلها ويقتل منهم على ما ياخذها ويا ربيها يقع ورا غزال ابو القرون هذا يقول الا صيدة يقوم هذا يضربه ببطنه يكتله الغزال يكتل الولد الغزال يكتل الولد الولد ينصاب اللي هو سيامنت سيامنت يصل للموت فحبيب تتواسيه يقول لاني خليت اهلي تسويت كذا وكذا وهلا راح تروح وتخليني تقوم الذب نفسها تتفعوا الذب نفسها هي وهو يموت ونسوها ها يلوغني لا نسمع مقطع منها ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ب atため اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تاسلام 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 هاي القصة انه حبها اخذها من اهلها وبعدين انكتل من غزالة بقرون القصة يعني نتقول التراث الكوردي هذا حلو يغنوها يمكن مطربين مشهور ولا يعني كنا نحضر الحفلات يغنوها بالديوان يغنوها مثلا ادى بالمناطق السهل نينوة نقع الديوان يغنوا المواوين مواوين عربية كو اغاني مثلا سورث يغنيها مسيحي واكو مثلا ازيديهم عندهم لونهم خاص هم يغنوها يغنونا الى غاني وعدهم اغانية خاصة اذا تريد سير عازف زرنا شون تتعلم لازم تعشق الزرنا لازم مو بس يعني بس متعلم لازم لازم تحبها هي مو متعها هي فن فن او بحر بحر ما لا حدود اشوف مرات الوجه ينتفخ يعني لمن هذي طبعا الهوى يصبح تاخذ هوى اليك وتدفع اليها لازم تكون بين تنفسك وبين تنطق اليها حقها على متنطق صوت شون تدرب يومية مثلا على لازم يومية ممارسة يتعلم يومية رحيشوف البداية صعوبة جدا صعبة ويضوط يعني ليش ما كذا ليش ما كذا هيما تجي بيوم ويومين تحتاج نفس نفس يشي من حالة من حالة يجي لك لغز تكون بحالة تكون وياها بس تضغط تضغط على ما تطلع تنطيها تتعود عليها عاد يصير عندك هذه بس حتى تتعلم لازم تعشقها تعرفش تعزف قلت لي أخذت الشغلة حبيتها لأن ماردة تموت أو تاريخ لأن الوالد كان ما أخذها حتى من أجداد من جدك أحكي لي على هذه أول مرة أحكي لي على ذكراتك مع الوالد لأن الوالد لا يعرف ما هو عديشو الله يرحمه لا يوجد من السبعينات ثمانينات لا يوجد عرز لا يوجد عرز لديه خبرة لديه أسلوب الناس كلها تحبه يعني شخصية طريقة العزف وخاصة مع عمك أوديشو إن شانكو أكو ثنائي أكيد راح نحط صورتهم لمن يشوفون المنطقة لمن يشوفون صورتهم ذكريات جميلة وحلوة أكيد ويعني فعلا إلى أيام ماضية يتذكرنا بالإعراس والناس والمناطق ومو بس أعتياري مو بس المناطق السهلين وأكيد القرى الثاني خاصة نقلت مثل دهوك وزاخو مو بس يعني الكلدان آشوريين الأزيديين الأكراد جنوب العراق حتى جنوب العراق أطينا شميع ذكرياتك لما تشين تروح مع الوالد بالعفلات هذه والعراس هذه الذكريات الحلوة هو الحفلة طلعت وياه يعني كنت صغير صغير سنة 85 ستة واثمانين كان عم بتقيمة معي السنة معي السنة أنا بيا رحت يعني طابل الصح طابل صغير جاب لي طابل صغير بس ما قدر يشيل لكدماني صغير هاي والله شفتها صعب علي بس كنت أشوف شوية صعوبة بس أشوفها يعني مو على المد هو والدي بس فنان يتقن الفن شي ما يتعوض أكيد أكيد الله العظيم هو عازف ومتمكن تطلب منه كان الناس يعني أحلى شي طلبون منه يقول لها هاي الأغنية اسمعها جديدة يسمع الأول مقطع يعزفها مباشرة بتقان هذا حلو يعني كنت أشوفه كنا يومية يعني ما شاء الله شوفه يومي كنا متنقلين بين دوهوك أو زاخو أو من عماديا ننزل من سرسنج ننزل نطلع على أربين أو نطلع على بغداد أو على سهل نينوة ما ما عدنا استراحة بأي عمر أكيد أنت قمت قلت أشوف الوالد يعزف وقبلها جدا قلت نعم بأي بأي قررت أنه أريد أتعلم قلت أريد أتعلم على مدل المهنة ما تنقطع ما تنقطع من أي سنة بديت 2005 بعد وفاته بعشرين يوم بعد وفاته عشرين يوم هاي بديت أتمرن شفت صعوبة شوية بس تعابت 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 ظلت تمرن عليها تمرن تمرن إلينا تقنتها طلعت ورد تمرين بعشرين يوم تقيبا شهر جاني حفلة طلعت خطوبة يعني من دفع كنت مصر إلا أسويها طلعت أعزفت وطلعت من أول مرة نجحت بها بس ما كان طبعا بداية ما يكون ذاك النجاح بس مراحل مراحل إنسان يتطور أتيادي أكو ناسا عادتك مثلا على مدل تعلم أكثر لو بس بس أنت تعلمت نفسك لا أنا علمت نفسي حمد الله لأن كان كل شيء يعزفها من أنا صغير موجود موجود لأنه دوم أشوفها دوم أحضرها دوم أسمعها فأعرف مثلا أعرف هذا كذا يريد هذا كذا وهي وغني كذا وقت هاي العزف في كذا وقت أعرفها ظلت يمي وتمرنت إلا طلعت بها الحمد الله سويت إنما عزوفت سيمان دو قلت بلي خرج سيمان شنو المقاطع الثانية اللي تحب إلا كنت أو الناس اللي تحب تقول لك فيكتور اللي نسمع هذه مثلا العربي العربي تحب مواويل سويحليات عتابة هاي الأغاني يحبون نحن بس نعلم نحن بس نسمع مع العتابة وسويحلي بس ما نعرف تقدر تقول لنا شنو السويحلي هوهم بالديوان كله بالديوان يغنو وكو عتابة هو موال يترجع يعزف لك يعزف لك يا رجان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 تسلام 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 أكيد ويطابة لصير ورا هذا يجي تحبي ورا هذا يجي او اذا نكون بالمصلاويين تجي الاغنية مثلا كميرديلة غير غاني يصير اذا لما نكون مجمعاتنا من تلكه مثلا تجي مثلا اغاني سورة الغانية عزوكاتي مثلا تراثية ايه عزوكاتي ذكرت ايه لخبار كالوتة قوزلكة ماني ماني هلا غاني تجي ورا انت معاشر المرحمة عزوكاتي يعني تذكرها اذكرها اذكرها اني صغير هواية يعني ما شاء الله كان اشوفها اني يطلع بالشيرة اشوفها يقعد العود بيدي يشوف يلحن ويألف ويغني بنفس الوقت تلقائي فنان بمعنى الكلمة كانت تراح اذا شي شبته بهذا الانسان الله يرحمه فنان مع الاسف عزوكاتي يمكن ايه بزمن هذاك يمكن ما كان اكو اهتمام تسجيل او حتى مثل ما قلت اهتمام او كان تراث تراث جميل اه 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 تل كيف ولا بالمناطق ما سهلنا ونشوف نسمع عرس نسمع الطبل وزرنا ونطلع يفوت المحلات كل محل خمس دقائق عشر دقائق يوقفون ويمشون على محلة ثانية بس انت كزرنا وطبل منين تبدأ مثلا ساكو عرس نطلع من بيت العرس نفس يوم العرس لو يجوز اكو قبل بيوم اكو اذا يكون حنى عندهم حنى نطلع من بيت العرس نعزف هناك يلمون الناس تتجمع ياخذون الصواني اي اي ساعة باليوم عموما ثلاثة ونص الاربعة العصر العصر تتجمع الناس ياخذون الصواني بها دجاج بيت العريس بيت العريس يجعلون البطل الويسكي موجود وشيكليت فواكه ويغوحون البيت العروس صواني وياه يشيلوها ويمشي وبالطريقة اكو عزف خاص نعزفها مثلا ذكرة بلاقيات تراثية مع تلكيف نصل على ساحة مثلا معينة ساحة كل فلكة بالمحلة هناك يصير دبكة يصير دبكة تشوبي خمس دقائق هاي عراس تلكيف بعدين نكمل طريقنا مرة ثانية ونمشي الى نصل البيت العروس هذه قبل العرس بيوم هذه اللي نسميها الحنى حنى اكيد تصلون البيت العروسة اي اكيد هناك اتقال ونغلصوا يعني روعدهم يقدمون الهدايا ويطلعون منك نجي على بيت العريس يقعد ببيت العريس بالبيت نقعدون وأكل شروف بعزوف توصلون البيت العروسة اي نعم يأخذون العروسة لبيت العريس اكيد اهي وأهلها نعم تروحون على بيت العريس اين هناك والحفلة كل هناك بالبيت اقام حفلة هناك اي بالبيت هذه اذا كوا مثلا بعدين صارت بالقاعات تختلف من نجت القاعات حفلات اختلفت صارت من بيت العريس نعزف نطلع على بيت العروس ناخذ العروسة بالسيارات ونطلع على الكنيسة نعم نعم تروحون على بيت العروسة تاخذوها البيت العريس اي نعم وين يسوون الحنة ببيت العروسة او ببيت العروسة ببيت العروسة طبعا نصبغون صابعة كل شيء يحبون الوصول نطلع على بيت العريس القاعدة هناك الشابة تقعد تغني ترقزوا العوائل الكريمة تحفظر الاكل ما اكل لا يحبش بعدين اي هذي قبل العرس بيوم قلنا بيوم العرس شون يبدأ انت كطاب الوزرنا اي مت يبدأ شغلك هو بثلاثة ونص بثلاثة نطلع لانه على مدناس تتجمع من وقت اللي راح نشيل ونطلع عليهم نتم العالم نعزف الاصديقاء والاقارب كل هذي هذي بيت العريس لي هسا نبدي نعزف هناك ومناك نمشي تقريبا بش قد تبقون هناك تقريبا يعني بالعزف هناك تقريبا حدود ساعة على ما تدلتم العالم على ما نجمع العالم ونطلع كلها تقريبا ساعة ساعة نتحرك نتحرك نطلع على بيت العروس نفس الشي نصل على بيوت انا اتذكر يعني نحتى بالشارع الناس الواقفة تطلع بالبطالة بيدهم اهل العرس يقدمون المشروب بالعروس اذكرها اذكرها يقدمون هذا من البرح اذكرها حلوة جدا اذكرها كان لما يفوتون على المحلة مانا هناك مثلا اول بيت البطل بيده ويقدم للناس كانت حلوة حلوة مشاركة هذه فطلعتوا من بيت العريس رحتوا لبيت العروسة نعم واذا كنوا محلات وساحات توقفون بها اكيد كل ساحة اليها خمس دقائق دبكة شباب تلتم هذه قبل ما تروح الكنيسة طبعا هي بالمئة تخذون العروسة تودوها الكنيسة نطلع الكنيسة يخلص القداس التقليد الحلو هناك في ذاك الوقت شباب اهل شباب العروسة يعني اهل المحلة مع العروسة التقليد يوقفون يقطعون الطريق يم الكنيسة الهم مطالب يطلبون هدية هذول الشباب محلتها ايه يطلبون يقولون يا باش تريدون يطلبون طلباتهم صندوق كبيرة كان دجاجتين خروف خروف ايه 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 بيوم الثالث اهل العريس يدورون على العريس هم يجون يجون على بيت العريس هسا خلينا هسا بيوم العرس بورا الكنيسة هم تروحون على المحلات اكيد بكل طريق الى نصل للبيت العريس اه وهناك ساحن نصل هناك الحفلة هناك قبل القاعات تكون الحفلة بالبيت من هشع القاعات ايه مثلا الزواج التقليدي اللي كان من البيت للبيت اكيد ايه كما تقولون يمكن لي ساعا اشقى دي داعيش اطناعيش ايه لا لا اكد ايه ودبكة واعتيادي و طبيعي ايه ايه قرائبا يدورون على القريس مين يهندين و يدورون بالمحلات و منطلع الدفقة بشوارع قرائب القريس و اصدقائه قرائب القريس و اصدقائه في يوم الثالث يريدهم عوت عوت و اكزات نحن اكزات اصطناها و رفيعة و يدورون على القريس مين يهندين ليش ليش يدورون العريس يريدون ضربوه طبعا مية بالمية نجي بالمحلات هم دبكة بكل ساحة نصير دبكة نطلق يطلعون على بيت العروسة يدورون وين ويقولون ما موجود يطلعون ويدورون يشلقوا بالغرفة يجون وين هاي بيت العروسة يعني بيت اهلها بيت اهلها يقولون حتى تقال يشوف شون محبته يعني انت حماته حبه لو لا يجون يرفعوا الولد ويظل يضربون على الرجلة يطلعون مطالب يقولون احنا عدنا مطالب نطونا كذا مثلا اذا طال الجماعة طالبين صندوق يطلبون صندوق يعني او صندوق يعيدون نفس الشي اللي يسموه يفكوه لازم يفكوه فيكيل طبعا يكون مية بالمية هذا التقليد حلو كان جدا بس ما ينضرب انا شايف ينضرب يشلو ينضرب على الرجلين كذا بس على مود يشوفون محبته عندهم تقليد جميل جدا انا سمع انه عساس يعني ينضرب على مود لا يطلع يبقى يمعروس لا 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 يشوفون محبته ببيت عمو يحبوله ولا يفكوله ولا ايه 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 تخلص هذا يكون اخر يوم مالحب ايه 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 يچنا شوف مرات العبالكي كيف ولا لا ايه اللي اللي دAKE زرنا اشوفي يحمل مشروب مراتك مو ايه هذي يعني من الكيف متونس له لازم شون لا هي deal太 appealing واعنما زرنا تحتاج شغلتان تحملor لان هذا العود ما زرنا مصنوع من قلب الشجرة من صلب ما شجرة فيكون صلب شوية بس إذا تخلي مي بارد مثلا يحكي احتمال ينفطر ينفطر فنخلي إما مي عادي أو نخلي عرق صادة يخلي عرق صادة به يقول لن تفتح إذا عرق أو إذا مي نفس المسامات تنفتح نفس الشي بس مثل ما تقول كهذه يخلي تقليد بيها يقول ها تسكر يقول لا مو تسكر بس تفتح مساماتها صوتها يفتح قلت شو تتروحون حتى محافظات مو قلت جنوب بغداد حتى بغداد شو تتروحون حل رحنا هم عراس غير عراسك ومناسبات ثانية شو تتروحون هم المناسبات كان هناك كثيرة يمكن طهور حتى طهور زواج كل شي وكل منطقة لها تقاليدها أكو عرص يكون ثلاثة يام أكو عرص يكون يوم واحد أكو عرص يكون يومين أكو طايفة مثلا تكون حفلة مالها يومين وغير منطقة لها بتيام بقيت لي يا سنة بالعراق لـ 2014 لـ 2014 منو الخلاك نطلع هي طلعنا كلنا من وراء داعش مراء وراء داعش قلت لي عندك حادثة معينة لمن لمن سمعت الطلقات والهجوم هذي طلعت بس نسيت شغلة هناك بالبيت وقلت لازم لازم أرجع أخذها نسيت غراضة كثيرا نسيت رجعت ثاني يوم العصر على المحلة جنت ناشي زرنتين ما الوالد جت سوي قلت لو أخذهم لو ما أطلع لازم أخذهم واطلع اللي هي ذولة ثاني هما الزرنما الوالد الأصلية كان يستعمل هاي هواية هذي هذي وهذا مخليه حقيق هاي ما لا يستعملها هواية اه يعني هذي هذه جقت قديمة تعتقد هم هذي جقت قديمة قديمة بس ليه تقريبا الماليد 99 99 97 ها هه نسيت لسيت حسنا ومرأت لقد عاد ويمكن يمكن كان بها خطورة حتى ايش تسمعها رأي خطورة وقالت أنقذهم ونازموا ذكرى من الوالد وذولة بالمناسبة لا أستخدمهم وملفوفين ومكانهم مرتبين يبقون ذكرى منين تحصل هذولة يعني الزرنة وين تشتريهم وتسويهم أنا هاي اشتريتها من تركيا بس هذولة شغل الموصل شغل الموصل أكو ناس أكو ناس أخصائي عم كامل بالقراش فيصلية كان اختصاص وتنطيع قياس التريبي يقول لك خالص ما عليك قدامك يسويها بالتورنة تورنة خشب يفصل الخشب شاسم الرجل؟ كامل كان بالفيصلية بالموصل بالموصل شي سوي أشياء ثانية يسوي الزرنة كامل يفصل لك إياه مثل ما تريد شني يعني تفصل يفصل لك إياه يعني أكو أكو مطاليب خاصة يعني أنت تريد يطعم قياساتك خاصة شن القياسات يعني؟ هو يجيب لك خشب يقول لك يا خشب تريد مثلا أنت تطيخ خشب لهو يطيخ خشب هو عنده هو عنده خشب عنده تختار كلك مثلا يقول لك مشمش يجيب لك عود المشمش يقول لك شغل تريدها قياسة ينبقي القياس يربطها شين تشوفها ويبدأ ياخذ يشتغل بيها تقيبا ساعتين ثلاثة أكثر يسويها يرتب لك يقول لك أحسف تجربها قبل ما تروح وما كان عازا بس فنان بالنجارة هذا الرجل شفت آخر مرة بألفين وثمانية قل يانا راح أطلع لعلى ألمانيا قطعة أخباره طلع محل محل قلت بالفيصالية بالموصل منه أكو محلات ثانية واشخاص ثانين كان يسوها بالموصل لا تذكر غير هذا وكان هناك واحد لك بس ما تذكر اسمه بس عرف كامل كامل يعني على مستوى أكثر الاعتماد على الناس مو بس إحنا الاعتماد هذا هو مسوي أي منهم من ذول هو مسويهم هاي ثنتين الحمر ما الوالد ما لهو مسويهم هو مسويهم التسعينات ذول هذه سويتها من تركيا تركيا نطيتها قياسات خاصة نطي قياسات النجار اللي هنا أمانة ينطيني اللي أريده اللي أريده يعني هم خبير وشغل زيان خبير جدا وهذا شون تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك هو فنان وعني ما عازف بس عنده معمل يشتغل بس يسوي لك شون ما تريده طينا القياسات قلت له لا تسوي لي كذا مثلا شغلات تركيا تخليلي تصامي تركيا سوي لي قياس العراقي اللي أريده ينطينيها مثل ما قلت لي شون الفرق ويالتركيا تركيا كو أكو أشياء ثانية يحضفون عليها ضروف زايدة يخلون بها جوة يعني خلف البوق بالضبط يخلي فد أربع ضروف صغار نحن العراقية لو تلاحظها ما بها ولا ضروف السورية من القامشلي نفس التركي خلونا ضروف هم يحبون الخشب الرمان بالنسبة حتى الرمان يصير بس المرهوب أكثر هو مش مش أبانوس ما كان أكو بالعراق ما كو ولا لا أبانوس أحسن من الكل تقدر تحط أدوات كهربائية بها مراتي أشوف أبانوس لك مايك ها 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 عندي ها 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 عندي بس هذا ما يحتاج من خشبه قوي ورا خرج عراق اللي راحت على تركيا بعدين على الأردن من أردن على أستراليا بأستراليا هم بدأت تعزف أكيد طبعا المتطلبات يمكن أكثر هنا لود مختلفة هنا على القاعة هو هنا أر أسهل يعني حفلاتهم هنا أسهل أسهل كنا هناك بالعراق مثلا عندك حفلات مثلا تبدي الحفلة قرى كمثال نجي على باقفة العرس ما لهم يبدي العصر مثل كل الناس وتخلط تنتهي بالقاعة تنتهي بالقاعة وثاني يوم وثاني يوم نصعد نجي ثاني يوم نروح على صباحية الصباحية تكون عندهم الصبح لما تصير عندهم الصبح ساعة تسعة عشر الصبح الروح يستقبلون العرسان تيجي ويقعدون كيف وونسة يعني من حفل كل المناطق بس يصير دبكة بعد الغداء هاي الدبكة آخر دبكة تكون للحفلة هاي ثاني يوم بالصباحية فمرة من المرات آخر مرات كنت هناك يعني عزفنا عزفنا الدبكة تقييبا أول ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص بلا توقف العلام قالوا خلاص كافي وقفنا ثلاث ساعات تعب تعب بس من نشوف الناس فرحانة متحس اكثر من ثلاث ساعات صوري تكثر ثلاث ساعة وربع أكثر ثلاث ساعات وربع أكثر نشوف الناس فرحانة من حزب التعب التعب يبين بعد ما نرجع نرجع يلا نحزب التعب وين التعب التعب يكون بتنفوز بالحنجرة الصدر والألم بالرأس شوية يحتاج شوية راحتنا ومتبتع بكر المرحوم العام والطب المالة كان مشهور كل شيء أموه جيشو ويمكن كان يكسر هوايط يمكن مو لأن كان مشهور بالدقة والطبل كان مشهور جدا عمي يعني فترة لحكت بيها وأنا صغير كنا نقعد ببيوت مع الحفلات إذا مثلا البيوت اللي تراب يقول لي شوف راح أسوي من العزف ما لا ينزل اللي تراب من السقف من أول ضغط ما له صدق وشغلات يعني بعض الأحيان كان من الضغط يثر على الضوء مثل بيت تكون تغير يضرب من قوتة فقمرات يطق الطبل من قوتة وكان إيدة خفيف حيل وعسفة يعني يعني صراحة كانوا اثنين موهبة والدي وعمي غير الصناعي قبل كان يمكن جلد مو طبيعي أو جلد كان جلد شنو جلد الخاروف بس جلد الخاروف دايما بيه مادة دهنية من شحم كان المرهوب وأحسن كان الماعز لأن الماعز يأكل ما ينام يصعد يتحرك فإن كان جلده سميك يكون أقوى هذا كان أرغب أكثر لما الماعز كنا نستعمل آخر شيء الماعز أكثر وشان كل خشا بعتيادي حوله وحبال هو بالبيت نسوي كله هو يسوي مو مال يشتري كله يجيب الأخشاب يفصل قياسه ليريده ويرتبه من جوه ويقصل لصفحات الثنتين ويجيب الجلد بإيدي يسوي كل شي بيدي كان يسوي أنا نذكر نسعنا أنا وإخواني رجعنا على أستراليا قلت هنا حفلات أسهل يمكن أسهل بكثير تروح على المسية تقريبا شكرا طول نص ساعة ساعة نص ساعة ثلاث ساعة أكو أكو موسيقى معينة يحبوها ناس معينين يعني المفضلة طبعا كل منطقة هنا تراثها أه وكل منطقة لها أغانيها تريدها يعني كمثال لاثوري عندها أغاني خاصة كل دان عندهم أغاني خاصة أو كل دان شون منطقة عن منطقة إذا القوش إذا بطناية إذا تلسقف إذا بطناية مثلا أكو ماني ماني وأكو تشوبي كذا ماني ماني أكو تشوبي كل منطقة يعني حلوة مرتبة شغلة حلوة عمال التراث تروح نعم على المناطق إخواني اليزيديين دغات و حتارة حتارة شاريا خانك يعني سنجار كثير منطقة وهناك هم موسيقى مختلفة يعني أغاني مختلفة مختلفة أغانيهم دبكاتهم مختلفة والخطقة مالهم يعني دبكة مالهم أسرع أسرع ونفس الحالة إذا تروح إذا طلع على زاخو أو على دهوك كل واحد عند مزاج معين قلت لي فادي يوم أنه رجعي من دهوك وناس سمعوا إيش وعديش موجودين جبروكم تنزلون هذا الشي لمحتم يعني قد ما كان يحبوه الوالدي من منطق الدهوك يعني أكرادهم عسيحيين جدا يحبوه معروف عندهم يعني كنا نروح نجيب عروس مثلا من منطقة نفوت بالشوارع دهوك يعرفون زرنا مال يقطعون الطريق يوقفون يقول انتنزل عزف لنا شوية ولا ما تعرف هذا ما يحبوه يعني من يشوفوه يحبوه يعني في شي عدهم مقدس أكيد 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 يغفلها يمكن هذه عادي فأكون منهم الوالد من طبيعته ما يجي عليك ما يعني يجي قدامك يعزف يطلع أكون منهم غرعزفين كانوا لا يجي عليك أولا أولا الهدف ماله بس يرضيك صح ما يهم لفلوس لأنه فن يعني مو مو مادة هكيد صراحة هكيد فقلت وسط أستراليا من أردن من تركيا ووصلت هنا وهنا من العزف قلت تطول شكت ساعة بالأعراس هنا هنا تقريبا يعني بالبيت عندنا تقريبا ربع ساعة بربع ساعة مرتين وبالبيت بالقاعة مثلا عندي ثلث ساعة نصف ساعة حسب رغبته بالحفلة الخبارة كلوتيم والمرحمة زكاتي بها عزف معين سهل سهل طبعا نقدر نسمعها دقيقة دقتين بالمناسبة كانوا يستخدموها شوقت لمن يروحون نروح بتلكيف البيت العريس عروسة ندور على العريس يعني إلى المناسبة معينة عاد يعني كانت مرغوبة بذاك الوقت شوقت شوقت الخبارة كلوتة الخبارة كلوتة رجال ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ليس فقط جماعتنا كل العالم وين ما نذهب أي منطقة يمكن بناسها أكيد خسرنا وطن وخسرنا مكاننا وقران بس الحمد لله حقا ومليانين حياة ومليانين خير تنست تنست قلعة وتفتح قلعة ثانية 100% إن شاء الله العالم العراق يرجع أحسن وأفضل والعالم ترجع والمهجرين يتمنى إن شاء الله العراق شعب طيب وبلد طيب إنسان بسيط خير وكرم وطيبة يا ربي عيد الأمان والسلام عليه وكل الشعوب أكيد فيكتور أخير كلمة تريد تحب تقدمها لجمهورك للناس أتمنى أتمنى يا ربي دوم نشوف الناس بخير وفرح والسلام وأمان واللي ما واصل اللي يمنتظر بالطرقات إن شاء الله يصل وتتحقق أمانية الناس ويحفظ الله الجميع ويحفظ البلد وكل العالم وأشكرك شكرا جزيلا لا العفوان أشكرك على هالفرصة أعزائي المشاهدين والمستمعين كان معنا الفنان فيكتور يشو عديشو إن شاء الله أشكرك جدا أخي بكتور وإن شاء الله نلتقيكم في مرات ثانية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر